أعلنت وزارة الداخلية بدأ قبول طلبات التقدم لحج القرعة لعام 1446 هجرياً اعتباراً من غد الأربعاء حتى السبت الموافق 16 نوفمبر المقبل وأشارت الوزارة إلى أنه يمكن للراغب التقدم لحج القرعة إما عن طريق التقدم الشخصي لأقسام الشرطة أو أونلاين عن طريق موقع وزارة الداخلية تتقدم وزارة الداخلية بخالص التهنئة لأبناء الشعب المصري وتعلن عن بدء تلقي طلبات آداء فريدة الحج لعام 1446 هجرياً 2025 ميلادية تقديم اعتباراً من الأربعاء الثلاثين من أكتوبر 2024 حتى السبت السادس عشر من نوفمبر 2024 بجميع مراكز وأقسام الشرطة بكافة مدريات الأمن تقدم الطلبات بمعرفة المواطن شخصياً إلى أي مركز أو قسم شرطة دون التقايد بمحل الإقامة أو من خلال الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للشؤون الإدارية بوزارة الداخلية أو من خلال الخدمة الصوتية المخصصة لذلك سيتم إجراء القرع العلنية من خلال البوابة المصرية الموحدة للحج لكافة المتقدمين بمدريات الأمن وأفقاً للجدول الزمني الذي سيعلم من الإدارة العامة للشؤون الإدارية يقتصر آداء فريدة الحج لهذا العام على من لم يسبق له آداء فريدة الحج وبالنسبة للمرافق تراعى الضوابط والشروط المبينة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية يستبعد من الصفر أصحاب الأمراض المزمنة وفقاً للضوابط التي حددتها وزارة الصحة والسكان جميع الإجراءات والاشتراطات والأوراق المطلوبة للتقديم موضحة على الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للشؤون الإدارية على بوابة وزارة الداخلية على الإنترنت لك والمن لا شريك لك